السلام عليكم معاكم أحمد البلوشي لاعب نادي كاظما والمنتخب الوطني اليوم أنا راح أكون ضيفكم في برنامج من البداية أحمد البلوشي اسم عاشق رياضة كرة السلة منذ نعومة أظفاره وحتى هذه اللحظة التي يمثل نادي كاظما منذ لحظة انضمامه إليه في عمر الزهور واللعب بالمراحل السنية وصولا إلى الفريق الأول وقد تمكن البلوشي من إثبات نفسه وسط كوكب من النجوم الكبار في قلعة السفير كلاعب أساسي بفريق كرة السلة إثر جهده الدؤوب ومثابرته وحرصه على تطوير مستواه ومهبته التي سقلت على يد أمهر المدربين الذين عاشقت أنفاسهم تراب وطن النهار سواء محليين أو أجانب فنستذكر مسيرة صانع ألعاب السفير حتى يومنا هذا من خلال تمثيله منتخبنا الوطني للشباب عام 2004 حيث شارك عما أفضل لعب الكويت في أقوى وأعتى المحافلة الرياضية ليقدموا عبر تلك البطولات أروع الملاحم ويجسدوا من خلالها عطاء لا يوصف لأجل بلد العمل الإنساني ويخوض الملاقب بالساحر أجمل أيامه في هذا الوقت عبر إكماله الطريق نحو النجومية مع السفير والمنتخب الوطني الأول بكافة البطولات المحلية والقارية واضعاً أمامه هدفاً سامياً عنوانه رفعت الكويت على مستوى اللعبة بجميع بطولات كرة السلة بدايتي كانت بلعبة كرة السلة بداية كنت مع أخواني قبل كرة السلة كنت لاعب نادي الكويت شاركت إياهم شوي بالصيف فترة الصيفية كانوا أخواني الأكبر مني محمد وعبد العزيز لعبوا فترة وراحوا وانتغلوا إلى نادي كاظمة كرة السلة فأنا كنت بروحي فما أحب الوالد أنه يوديني مثلاً أنا نادي الكويت وهم يودينهم نادي كاظمة فرحت وياهم مع أخواني وطبعاً اكتشفني المدرب الكبير وأمسي عليه بالخير الكابتن عبدالله بلال فأول أيام كنت أروح وياهم التمرين وخايف أنه كان وايد شديد وكان صارخ يعني على اللاعبين فكنت أخاف يقول لي تعال جرب اشترك ويانا لعب أقول لا لا بس إياي ويا أخواني فبعد فترة يعني يقول صيف بداية الموسم السلة مع أخوي راحت كنت أروح وياهم المباريات ويقول لي خلاص أنت من الأسبوع لياي تبلش وياي تمرين ونبيك تصير لاعب زين وتصيرنا أحسن من أخوك ومنها الكلام هذا فالحمد لله كان بدايتي مع الكابتن عبدالله بلال ترى راعت بنادي كاظمة من الميني باسكت إلى مرحلة الدرجة الأولى لحين الفريق الأول ومشاركوا إياهم الفريق الأول مع المنتخب الوضني كرة السلة أول مباراة كانت ويا نادي القادسية وكان فريق القادسية فريق متصدر بس تدري أن الميني باسكت كان لها قانون يختلف عن الزمن اللي كنا فيه يختلف عن الوقت الحالي خصوصا أنه كان خمسة تنزل أول شوط وخمسة ثانية تنزل بالشوط الثاني فلعبت من الخمسة الثانية وسبحان الله ينايت لي كرة وحتى أول سكرة حطة بمباراة الرسمية كان على نادي القادسية بذاك الوقت وستنستي خصوصا أني كنت لعب صغير وألعب مع الأعمار اللي أكبر مني فهذا الشيء يعطاني مثل ثقة بالنفس وحافظ أني أشد حيلي وألتزم في التمارين ومستوي طبعا بالنسبة للمدربين مدربين كثير بصراحة لهم الفضل على أحمد البلوشي طبعا على رأسهم يكون الكابتن عبدالبلال وفيصل وأمسي عليه بالخير كابتن إبراهيم نصر كابتن عبد الرحمن الناشي الكابتن عادل تلاتلي كبات وايد ما بيه بصراحة الطرق أني أذكرهم ممكن أنسى أحد بصراحة كل واحد درب أحمد بلوشي لفضل كبير عليه الوصولي لهذا المستوى سواء على مستوى النادي أو على مستوى المنتخب خصوصا لاعبين يعني فيه لاعبين نحن مثل ما تقول شوي نزعل لما نشوفهم يوخرون عن السلة أو عن اللعبة مثل أمثال حسين المسوي السالم الخفيلي أحمد القطان هذين لاعبين بصراحة يعني عصرتوا إياهم و لعبتوا إياهم من المراحل السنية للدرجة الأولى و فيه لاعبين يعني بصراحة هم يعني شقول لك لهم لهم لمسات يعني وهم أنت ترتاح لما تلعبوا إياهم و لاعبين كثيرين سواء على مستوى المنتخب و على مستوى النادي فيعني لعبة السلة وايد قربتنا يعني من بعض خصوصا يعني أنت مثلا أقرب اللاعبين يكون لك مو شرط يكون من ناديك ممكن يكون من نادي ثاني يعني عطتنا روح الأخوة والاجتماعية بالرياضة والله فيه مباريات وايد يعني فيه مبارات يمكن أول مبارات اللي هي مع نادي النصر لعبنا مع نادي النصر اللي هي أول بطولة اللي تحت اثناء السنة فكانت هذه من أهم المباريات لي خصوصا أن أنت تلعب مع نادي النصر وتكون أول بطولة لك و أنت كابتن الفريق فهذه مبارات يعني أول بطولة حققها مع نادي كاظمة بتحت الثناء السنة درجة أولى لعبتها في مبارات كانت في درع الشهيد عفوا درع مبارك مع مدرب لتواني مدرب لوكس درب نادي كاظمة لفترة كان يحضر مباريات المراحل السنية و كانت مركز يقولون أنا بي هاللاعب خصوصا كان مركز علينا و إحسين المسوي كانت مركز تماريننا و يحضروا و كنا نسمع التوجيهات مننا فأنت فترة كان يقول ترى باشر أنت وياننا راح تلعب مع الدرجة الأولى مبارات عندنا مهمة ضد نادي الكويت فكان وقتها نادي الكويت أسامي كبيرة من ضمنه مسام الفرحان يحيى البحر فكان هنا وقتها و خصوصا كان وقت الدور يشمل المحترفين فكان هذا يحافظ لي و حق كل لعبين أنت تلعب مع هالأسامي خصوصا أن تلعب هالمباريات الكبيرة أول مباراة أول بطولة حققتها كانت مع نادي النصر مع نادي كاظمة عفوا ضد نادي النصر بالمراحل السنية تحت 12 سنة لأنه قبل كان المراحل السنية تعتبر على العدد الزوجي اللي هي 12 14 16 18 كنا ضد نادي النصر و كنت كابتن الفريق فهذه أول بطولة حققناها خصوصا أنه كان يعني كاظمة الآن خلاص أنتوا لعبتوا تحت 12 سنة و صار لكم دوري فهذا شيء حلو أنه تحقق بطولة و أنت كنت كابتن الفريق و أول بطولة تدش على خزنة نادي كاظبة و مع العلم أن هذا الفريق اللي هو من تحت 12 ليه 18 سنة ما خسر ولا البطولة فالحمد لله كل سنة اللي هو يكون مواليد لـ 90 و 91 يحقق كاسو دوري فهذا الفريق كان لا جوال خاص مثل ما يقولون و الحمد لله كنا نسمع مع الكابتن إبراهيم نصر لأنه هو اللي مسك الفريق من تحت 12 ليه 18 و الحمد لله يعني قدرنا نحقق البطولات و نزيد خزينة نادي كاظبة بهذه البطولات درجة أولى طبعاً أول بطولة نحققها كونينا أنا كنت إياهم و مع عادل ثلاث لي سنة 2012 كابتن عادل أمسي عليه بالخير و الآن كابتن المدرب المنتخبة هو إيانا فكانت بطولة يعني لها طابع خاص خصوصاً أن كاظبة كان الموسم اللي قبله متعطش يصعد يمكن خسرنا أربعة أو خمس نهايات نخسرها في عائلة السنة اللي مع عادل وكان وقتها هم دور المحترفين يعني كان الدور يشمل المحترفين وياننا فالحمد لله لعبنا يعني كان هم طريجنا صعب شوي الساحل كان فريق قوي القادسية الكويت ولا كسورة من بلندية الثانية و كذلك الجاهرة يعني يمكن أول مباراة بالموسم هذا خسرنا من الجاهرة فقالوا لا كاظمة يا أيب الكابتن عادل و خصوصاً مدرب لا اسمه ولا سي فيا ولا سمعته على الوطن العربي والأسيوي والعالمي كذلك ما كانت يعني مثل ما تقول خسرت يعني خلت الفريق يفل ولا كسرت فينا الحمد لله تيمعنا وقدرنا نحارب هالشي و صعدنا للنهائي و ردينا على كل واحد كان يعني شوي منتقد نادي كاظمة أو كان منفكر أن النادي ما يقدر يحصل على البطولة و الحمد لله حصلناها و كان نظام الدوري من البلاي أوف اللي يفوز مبارتين يمكن فزنا على الساحل 2-0 فتأهلنا من الأربع يعني ولعبنا ويا الكويت من قيمين و فازوا أول قيم و فزنا ثاني قيم و فزنا الثالث و حققنا الدوري بالنهاية أنا أشكر قناة كويت سبورت على هذه الاستضافة الحلوة والرائعة من البرنامج الرائع والجميل مع الأسطاف والطاقم القائم على البرنامج أشكر كل المذربين اللي دربوا أحمد بلوشي أشكر كل لاعبين اللي لعبوا ويا أحمد بلوشي سامحونا إذا بدر مننا أي خطأ أو نسينا أحد بالبرنامج لو بذكر اللاعبين و المدربين ما راح أوفي بحقهم بصراحة كلهم أنا أتشرف أني اشتغلتوا إياهم و أتشرف أني تمرنتوا إياهم أو لعبتوا إياهم كلمة شكر أشكرها لعائلتي للجميع لأصدقائي مشكورين و إن شاء الله نكون ضيوف خفاف عليكم في هذا البرنامج ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر